متى يمكن أن تنهي إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة؟ أو المرحلة الكبرى منها على الأقل؟ تساؤل كبير وملح بلا إجابات حاسمة ما يسود حالياً هو ترجيحات وتكهنات والمؤكد الوحيد هو أنه لم يعود أمام إسرائيل الكثير من الوقت بسبب خلافات داخلية وتزايد الضغوط الدولية خصوصاً من الولايات المتحدة التقديرات الزمنية لسقف العملية من داخل إسرائيل متناقضة ومتعارضة مصادر عسكرية أشارت إلى أن هناك حاجة لشهر على الأقل من العمليات البرية حتى يمكن العودة للمفاوضات مع حماس لإطلاق سراح باقي المحتجزين وتعتقد دوائر عسكرية أن الضغط العسكرية على حماس سيحسن شروط التفاوض وهذا سقف زمني مؤقت ومحدد الهدف بتهيئة الظروف اللازمة للتفاوض لكن العمليات يمكن أن تستمر بعد ذلك يقترب من هذا السقف الزمني ما ذكرته مصادر عن مهلة أمريكية لإسرائيل لبضعة أسابيع حتى أعياد الميلاد أو نهاية العام الحالي على أقصى تقدير لإنهاء عملياتها ووسط هذه التقديرات الزمنية القريبة نسبيا تضغط أسر المحتجزين من أجل وقف فوري لإطلاق النار بما يسمح بإطلاق سراح ذويهم لكن لا مطالب هؤلاء ولا تقديرات العسكريين ولا الضغوط الأمريكية هي المحددات الحاسمة للسقف الزمني للعمليات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نيتنياهو صعد من سقف الأهداف بالقضاء على سلاح حركة حماس ونزع السلاح من غزة تماما وهو أهدف بعيد وصعب يحتاج إلى أشهر أو ربما سنوات أو قد لا يتحقق على الإطلاق وحسب رؤية نيتنياهو فإن السبيل الوحيد لتقصير آمد الحرب هو مساعدة الدول الصديقة والحليفة لإسرائيل لإنجاز هذه المهمة التي تبدو غير واقعية وغير قابلة للتحقيق في نظر كثيرين